موسيقى الأخوة المشاهدون طابة أوقاتكم من جديد في برنامجكم و برنامج وسم الذي دائما متنوع في مواضيعه و اختياراته و حتى متنوع في أماكنه حنا اليوم أبو عبدالله ما شاء الله اخترنا مثل هالمكان الجميل لأننا لا أريد أن نتنوع فقط في المواضيع متنوع حتى في الأماكن لأن تنوع الأماكن هذه تسعد المشاهد و هم بعد تسعدنا حنا حنا أبو عبدالله اليوم نتكلم عن شيء ما هو بعيد مننا في قاعدتنا هذه اللي هي شبت النار أو شبت الضو حنا بعد قبل بعض الشبان الأولين ما يحبون كلمة شبت النار كلمة النار يسمون منها يسمونها الضو لأنها تضيئ المكان حنا أريد أن نسمع منك يا أبو عبدالله الحديد حول شبت النار أو شبت الضو الله يسلمك أخوي بمطلق أول شيء أرحب فيك و أرحب بالأخوان المشاهدين الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أنا مشتاق أني أسمع للموضوع الذي عندك لكن دعني أبدأ ببعض الأفكار المتصلة في موضوعك الله يرضى عليك أحسنت هذا من طيبك أول شيء أنا أشكرك على إثارة هذا الموضوع هذا طبعا اختيار أخوي بمطلق موضوع شبت النار لكن أنا أتكلم من منطلق يعني النار هذه تذكرنا بإيش أو يعني ما هي الأفكار التي تتبادر إلى أذهاننا لما نشوف النار بالإضافة إلى معنى رئيسي اللي هو موضوع الكرم و الضيافة وما إلى ذلك لكن أيضا لها معاني أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم و هذا جانب لا بأس بأننا نذكر فيه مجرد تذكير أذكر في نفسي و إخواني و أخواتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فالإنسان لما يشوف هذه النار و شدتها و حرارتها و لسعها لما يمسك الإنسان الفنيال أو يمسك الدلة و تحرقه و تلسعه فالإنسان المؤمن لأننا عندنا ست محاول رئيسية هي مرتكزات الإيمان منها الإيمان باليوم الآخر و الإيمان باليوم الآخر في له قسمين هناك جنة و هناك نار كما هو معلوم مما رسخ في ذهن كل إنسان مؤمن لأجل ذلك الله سبحانه و تعالى يوصي الناس و يقول لهم قو أنفسكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة و النبي صلى الله عليه و سلم كان من ضمن أدعيته في اليوم و الليلة اللهم أجرني من النار كما قال النبي صلى الله عليه و سلم في أدعية الصباح و أدعية المساء هناك معنى آخر من معاني النار النار هذه قد تؤذي تحرق الإنسان تحرق صبعة تحرق رجلة تحرق صح أو لا؟ صحيح لكن فيه هناك لسع أشد من نار غير مشاهدة و ما فيها لسع حسي لكن لسعها المأنوي خطير و مدمر لحياة الإنسان و هي جمرة الغضب و الذي أشار لها النبي صلى الله عليه و سلم بقوله ألا إن الغضب جمرة من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم و كان أمامهم واحد معصب فكان ينشير يقول ألا ترى إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه شوف جمرة الغضب كيف غيرت حيئة الإنسان و شكله و اتزانه فإذا لنحذر من جمرة هذه الجمرة اللي هي أشد من هذه الجمرة هذه الجمرة الغضب نعم صحيح و فيه هناك نار أخرى و هي نار الحسد و نار الحسد النبي صلى الله عليه و سلم حدثنا حذرنا من الحسد و قال إن هذا الحسد يحرق الحسنات يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب على شان أحد الشعراء شنو قال اصبر على كيد الحسودي فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فإذا هذه أيضا من المعاني اللي لما نشوف النار وقدتها و شدتها نستعيذ نعم من الشاعر نستعيذ بالله من هذه النار اللي تحرق صاحبها قبل أن تحرق الآخرين و الله سبحانه وتعالى قال كلما أوقدوا نارا للحربي أطفأها الله فهذه نار للفتنة و نار الحسد و نار البغضاء اللي تشب بين الناس الله هناك نار لكنها محببة غير عاد المعاني السلبية اللي أنا ذكرتها حنو عاد هذه نبيها حنو نعم وهي نار الشوق و الحب و لوعة الفراق ما بين المحبين علشان شديد شاعر شو يقول فلما دنى و أحر من الجمر شوف أحر من الجمر يعني في معاني إنسانية تصير أشد وطأة من هذه النار الحسية علشان شديد شاعر يقول كم أسأل الدر عن معناك باسمة و الورد عن لفظة قد أطبقت فاكي لا الدر يدري و لا في الورد لي خبر أرويه عن شفتيكي أو ثناياكي يا نجمة أنا في أفلاكها قمر من جذبها لي قد أضللت أفلاكي النار بالنار لا تطفى إذا اتصلت فكيف أفعل في قلبي لينساكي فإذن أيضا تظهر لنا هنا نار محببة غير النار نار بالنار لا تطفى إذا اتصلت فكيف أفعل في قلبي لينساكي هذا يعني أحد الشعراء و هناك نار القرى و يمكن اللي أنت الله يحفظك أخوي بمطلق ممكن راح توسع الموضوع شرحا وتفصيلا و قول أقوال الشعر الشعبي و شعر البادية في هذا الموضوع التي تدل على القرى و على الضيافة و على تطلع الشخص الكريم لأن يطرقه الضيفان و لينشدون الخير اللي عنده فيشعل النار في الليل لتكون دالة على الكرم الله أخبر فشعلت النار في الليل في الصحاري أول و مترامية الأطراف و الناس اللي تعيش في البادية كان دلالة على القرى و على الكرم علشان شدي حاتم طي يقول أوقد فإن الليل ليل قر أي شديد البرد و الريح يا ياسر أو يا موقد ريح صر أي ريح باردة ثم قال عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر الله إن جلبت الضيف فأنت حر لوجه الله 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 تسلم يا أبو عبد الله تسلم على هذه المعاني الجميلة و أنك ذكرت فعلا نار الشوب و نار الغضب و نار نشك لك صراحة كل الشكر على هذه المعلومات الجيدة الجميلة و لكننا عندنا فاصل و بإذن الله نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة إن شاء الله أهلا و سهلا بكم أعزائي المشاهدين نتابع الحديث معكم بعد هذا الفاصل في برنامجكم و اسم و نتابع الحديث مع أخوي بمطلق و لا شك أن أخوي بمطلق له اعتبارات جميلة متصلة بالنار و شبة النار و معانيها في نفوس العرب و في نفوس أهل البادية حياك الله أخوي بمطلق بماذا تود أن تحدثنا في هذا الموضوع و هذا المعنى نعم حديثنا صراحة عن شبة النار أو شبة الضو مثل ما قلت لك بعض الناس و حتى في اللغة العربية كانوا يقولون الضو يعملونها أكثر من النار النار شوي فيها نوع من النار سبحان الله حديثنا عن شبة الضو أو شبة النار نبتدي فيها من خلال ما تفضلت قبل شوي نعم أن كانوا الناس منولوا شبونها يوم الناس في قل و في جوع تجلب الضيف تجلب الخطار وتجلب الطراقي في الليل يعني يهتدي لها الضال و يهتدي لها الجاي و يهتدي لها الضميان و بعض الناس سبحان الله يتدي لها بالأمان أكيد يعني يدل أنه كان هذا فيه عرب و ناس مقيمين على الأقل يعدي الليل فسبحان الله شبة النار هذه من العلامات الجميلة في حياة البادية و في حياة العرب نعم صحيح يعني العرب سبحان الله يعني من الشعوب المضيافة أكيد و التي تنميل الكرم فشبت النار علامة و دلالة على محبتهم للضيف لأن الناس من أول يقولون أن النار جذابة هذا مثل فعلا النار جذابة تجذب الساري حتى حشاك إن شاء الله نتكلم بعدها بحلقات ثانية أن كان البخيل يحاول أن يخفي نار عشان لا يشوفه فيقولون أن النار جذابة تجذب الضيف حين طال عمرك بعد أن نبين جزئية نسمع دائما يقولون أن شبت النار هي فاكهة الشتاء صحيح مثل ما يقولون فما تجد يا أبو عبد الله الآن أي بيت أي مكان أي سبحان الله مزرعة جاخور مخيم أي أن كان تلقى للناس شاب نار مستانسة لأن سبحان الله يعني تميل النفس لهذه الأجواء و سبحان الله أنا أحب أن نوع جزئية بسيطة يعني اليوم في ظل الحمد لله الرفاهية و في ظل الحمد لله يعني الخير اللي حنا عايشين فيه والرغد أصبحت شبت النار و شبت الضو من أجل المتعة و من أجل استمتاع و من أجل التجمعات الحلوة سواء مع أخياء كلها و مع أسرة كلها لكن في الماضي كانت تختلف اختلاف تام يعني النار بنوّل كانت يعني أو شبت الضو كانت يعني لها استخدامات متعددة أولها كانت للإنارة يعني قبل ما فيها لمبات و إضاءة و كهربة صحيح فكانت للإنارة و هذا جزء يعني مهم في الحياة نعم حتى استراج يعني استراج كان بعد فتيل فيه و شبون فيه عندك طال عمرك رغم اثنين أنه كانت بعد للطبخ يعني الإنسان شون يعيش بدون الله يأكل صحيح لله فكان جزء مهم جدا أنه كان يستخدمونها في الطبخ يعني هذا بقاء الناس مخيل للطبخ فيه تجد مثلا يعني كانت بعد التدفئة يعني الأجواء الباردة هذه اللي يكون مثل المربعانية و الأجواء الباردة حيل ما عندك يعني دفايات ولا عندك غاز ولا عندك فكانت يعني النار تلعب دور كبير جدا أوسع مما حنا اليوم يعني نشوف كذلك كانت تستخدم لوسم الأبل الله من أول ياسمون الأبل عن طريق الشول نعم صحيح كذلك بعد استخداماتها طال عمرك العلاج بالكي العلاج بالكي عن طريق بعد النار صحيح المختر جوا المختر فسبحان الله حتى كانت تستخدم بعد في حال النداء إذا هم القوم يعني أمر كبير يعني يشعلون نضو بحيث أن تكون نداء للناس ما كان قبل فيه تلفونات نعم دز رسائلة أكيد فهذه كلها من استخدامات الأمانة يعني شبة الضو كانوا حتى سبحان الله يعني البدو بنول يعني كونهم يعايشين في الصحراء سبحان الله يعني كان البدوي في ذاك الزمن صديق للبيئة يعني حنا اليوم بعد لازم نعالج مشكلة كبيرة أبو عبدالله اللي هي الاحتطاب الجائر أي والله لأنه مرتبط في شبة الضو أكيد بعض الناس يروح طال عمرك للبر و يجيب مع السيارات طال عمرك أربع خمس سيارات و يشيل طال عمرك شيء لمدة عشر عوام قدام و يدمر البيئة صراحة فكان الناس منول يأخذون على قدر الاحتياج صحيح ما يشيل الدنيا كلها زائد أنه كان عندهم قاعدة في الاحتطاب البدو منول يقولون فالحطب يقولون قضمة بعير لأن البعير دائم سبحان الله يأكل من طرف يأكل من طرف بس مو مثل الغنم و الغنم لا تأخذ من الجذور يقولون قضمة بعير يعني يأخذ الأطراف و أخذ الشيء الميت لا تأخذ الشيء الخضر الحرام تأخذ الشيء الخضر صحيح صحيح فهذه كلها سبحان الله يعني من حديثنا عن النار و الضو حتى كانوا يعني يحبون مثل عندك يعني العرفج و الرم و العجرام و هذه كلها يعني والغضاء كلها يعني و دائما حتى في أبياتهم نسمع مثلا بن عبيته من الرمال من شمر مبارك بن عبيته كان يقول من عرض قصية طويلة هي كانت تؤنسهم كانت تضفي عليهم البهجة حتى إذا حس أنها يعني متألم أو مضايق يأوي للنار يحس أنها تعالجهم و مو موسب مبارك بن عبيته هذا يقول من عرض قصية طويلة يقول لاذاق صدري جبت وقدة جيثامير جيثامير هي الحطة بالجروم الكبير لاذاق صدري جبت وقدة جيثامير و شبّت نار مثل نار الحرابة تجد أن أحد الشعراء بعد سحية العواي من البرزام المطير بعد شاعر معروف كان يقول يهزين شبّه النار برض بياحي و الزول يزميلي على مد شوفي وتجد أن أحد الشعراء بعد يقول لاذاق صدري قلت شبّو لي النار علاجة هذا عجيب لاذاق صدري قلت شبّو لي النار و هاتوا حطا برمث جرومه جليلة عجيب وبخوت المرية من شعراء المرّة و شاعرها رهيبة صراحة متميزة كانت تشبّح حالتها في أحد الظروف اللي مرت فيها بحياتها تقول سن في صدري سنة ضو بدون نازلين حيّزوها بالخلّة و الهبوب تلوفها سبحان الله أنت حين أضّوا و النار لما تطرّفها بدون ذرة تشوفوا الهواء تلعب فيها من كل مكان فتشبّه الظروف اللي كانت عايشة فيها بهذه الحالة الله يبارك فيك شواهد حلوة صراحة يا أخوي و مطلق لكن ما شاء الله نقضى بين الوقت و نتابع الحديث حول هذه المعاني في حلقات لاحقة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة